وليش معنى وأخواته؟ النادي الآلي مشي منه السنة دي بعض النجوم التقال طلع الكابت المتحد شلبي وقال شمعنى جمهور الآلي زعلان من رمضان صبحي ومش زعلان من أحمد فتحي وعمل مقاربة بين الاثنين نسمعها ونشوف هو مع حق أو لا الفرق بين موقف أحمد فتحي وموقف رمضان صبحي اللي عنده فرق يقولي عليه اللي يخلي الجمهور يبقى مع أحمد فتحي رائع جدا جدا ويهتفوله حتى الرمق الأخير وعكس الكلام ده كله مع رمضان صبحي الفرق بين الموقفين أحمد فتحي شاء المولى إنه مقايد في النادي الآل وبالتالي هيلعب طبيعي لنهاية خبوص طبيعي يعني ما عملش حاجة جديدة ما عملش شيء جديد الراجل كمل لنهاية الموسم وهيقبض مكافة الدوري زي زميله ولا جديد بالنسباله ولا تضحية بالنسباله هو الراجل اختار يروح بيرامدس بعد ما انتهى عقده تمام رمضان انتهى عقده زي أحمد فتحي بالظبط بس الفرق انه انتهى عقده قبل نهاية الموسم فاختار زي أحمد فتحي بظبط انه هو يروح بيرامدس ده اللي انا كنت عايز اشرحه للجمهور لا فرق اطلاقا 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 اكلم بموضوعية علشان احنا متبقى فيه هوجة انا رأي فقط لغير تناول الصحافة والاعلام وتناول الجماهير للموقف هنا والموقف هنا احمد فتحي كمل لنهاية الموسم لان هذا عقده لنهاية الموسم رمضان صبحي كمل لنهاية عقده لان هذا هو عقده هنا يقف وخلاص ما يقدرش يلعب تاني مع النادي الاهل ده كمل عقده ومشي وده كمل عقده ومشي ايه الفرق من ده ومن ده لا يوجد فرق على الاطلاق وهو الكابتن متحط طلب الموضوعية في الحوار ودي اللي حنلتزم به احنا ما رضاناش نخش في هذا الموضوع يعني حاجات كتير اعتبارات كتير كان في ذهننا ما نتكلمش فيها لكن لما يطرح سؤال لازم يتجاوب عليه ايه الفرق ساعة اتخاذ القرار من الكابتن احمد فتحي والكابتن رمضان صبحي لا الجمهور زعل من الاثنين ايه الفرق بقى فرق جوهري جدا اول كابتن احمد فتح عقده كان خلص وكان بيتفاوض وبعدين خد قرار فالجمهور زعل لكن رد فعل الكابتن احمد كان فيه خبرة كان فيه ندك ما حاولش في اي لحظة يقول تعليق غير انا تحت امر النادي اللي قالي وانا هديله حقه للنهاية وادى وادى بامانة وادى بكفاح وادى بقتال لحد اخر يوم كابتن متحد قال كلمة مهمة لكن هو ما خدش باله منها شوية ان عقده خلص في نهاية عقده دا كلام سليم طب ايه الفرق الفرق ان الكابتن رمضان كان متفقا مع النادي الاهلي ان الاهلي يتمادى ويستمر ويضحي باوال وقال له خلصني مع ادرسفيل لحظة يا صدو براهيم لا النادي الاهلي كان حاطط مخطط متدرج وكانه بيشترك كابتن رمضان وحيدفع فيه اللي خده ويمكن اكتر لاربعة مليون سترليني اللي ما وصلوش كاملين للاهلي لاني لسه فيه مستحقات ما تحصلتش خطته كان ايه انه بدلا ما ياخد المبلغ ويخش فيه دي بيت او فيه حوار في التقصيد انا اخدك اعارة سنة التانية التالتة بقى لازم يبقى بيعني هاي فدفع مبالغ طائلة حوالي مليون وستمائة مليون وسبعمائة الف سترليني بخلاف دحقو نادي هيدرسفيل اتقصتت على سنتين كل سنة تقريبا نص المبلغ سنة تبنمائة وسنة تسعمائة او اكتر شوية انما غير الكابتن رمضان اللي خد برضو على اعلى فئة بخلاف ان النادي الاهلي ساعة طبعا لقيبة هذا الكابتن انه يجب له اعلانات ويقف على رجليه ودخل الكابتن رمضان خدنا منه السنة الاولانية بشكل رائع جدا السنة التانية تقريبا ما خدناش منه حاجة لانه راح المتخب الاولمبي عمل اداء هايل جدا شفنا منه نطجه كواس جدا شجع النادي الاهلي ان يرى فيه قيادة واعدة نطج لاعبي ستوي وانه مش خسارة فيه ان الدفع فيه المبالغ وهو قال انا مش هروح في مصر في اي حتة الا في النادي الاهلي او الاحتراف الخارجي والنادي الاهلي لم يدخر جهد في هذا الامر وفضل لاخر اللحظة حسب التفاصيل اللي كانت مع الكابتن امير توفيق طبعا بمراقبة الكابتن قطيب ولجنة الكرة وتبادل المعلومات انه لحد اخر وقت الكابتن رمضان مستمر يعني بس خلصوني من هيدرزفيلد فلما خلصنا من هيدرزفيلد كان الكابتن امير فرحان جدا راح يبلغوا بهذه الفرحة ففوجين قالوا لا ازاي استنى بقى وهنا كانت الصدمة وهنا كان الكلام عشان كده كان رد الفعل يتجاوب خلال ساعة يبقى انت في دماغك حاجة تانية من البداية الموقف ده كان له تأثير مش كويس في النادي الاهلي انت لو قلت خلاص انا في درزفيلد وانا هشوف احسن عرض جايلي كان النادي الاهلي حيب احد الاندية التي دخلت في المنافسة وعمل حسابه يا ياخدك يا مش هياخدك طيب الفرق الجوهاري كمان تاني يا كابتن متحت في تعامل الكابتن احمد بعدما اعلن انه رايح واحترامه لمشاعر جمهوري الاهلي هذا الامر لم يكن متوافر في التعليقات وفي البودلانجوش وفي التقديم ان اول حاجة على فكرة ان يقول انا ادي كابتن احمد لقد تقدير متبادل اخر اللحظة لهم على الاهلي كلها عناق واحترام مش عشان انه مشي او قاعد طبعا من حقق من حقق يحد ياخد القرار اللي هو عايزه بس الوضوح شوية كان مهم لكن الاهم من كده انت لما تخرج من نادي الاهلي تخرج بمكايدة ولا تخرج باحترام للمكان اللي اتربت فيه لما يطلع يقول هوس في برنامج تقديمه لجمعية لما يطلع يقول انا رحت عشان طموحي انت رايح من نادي يحقق الطموح والبطولات وكان ياخد مشوار ناجح افريقي وفي الدوري المحلي ومستمر في كاسماس اذا الطموح كان بشكل اكبر اما تقول كده وكأنك خارج من نادي يعني اسف يعني وكانك تضع النادي اللي قالي اقل من النادي اللي انت رايح له مع احترام احترامنا للجميع ولكن ده الاهلي ما تقولش كده حتى لو هزي حقيقة انت مش رايح عشان الطموح وكان الاهلي سيحترم جدا وانا واحد منه لو انا جاي لي مبلغ كبير قوي مقدرش اقامه يا جماعة والله العظيم على فص عيني انا خارج وانا عارف اني لازم حارجع بس المبلغ ده حيأمن لمستقبلي ما تسيبوني اجرب 3-4 سنين برا وبعدين بإذن الله العيب صغير في السن كان يقدر يحتفظ بشعبيته جمهاريته وكان رواعد جدا كان الاهلي يخطط الاستثمار فيه اهلي كان بيدفع فيه مبلغ مسبوقة لم تحدث لأي لعب آخر فكل هذا الكلام هذا هو الفارغ ان الجمهور شعر انه لا احنا داخلين بقى وللأسف الشديد اعتقد انه هو اتجرجر في المؤتمر اتجرجر بعد كده انه يعيش هذا المناخ اللي ارجو كابتر رمضان يبتدي معلش استعمل غضب كلنا بنستعمل غضب الجماهير بتغضب مننا كلنا وانا واحد منه منستاذ برريم واحد منه ونتعرض لهذا المؤتمر لكن ما نقدرش غير ان احنا نحترم الجماهير نحترم عشرتنا نحترم تاريخنا نحترم النادي اللي مدلنا ايده اول ظهور ليك يا كابتر رمضان كان معك كابتر خطيب انت عندك كم سنة 11 سنة ولا حاجة زيانة 10 سنين يعني اذا انت العين عليك ككدر بيترب عشان يتقدم انه احد رموز النادي كان ممكن تمشي في هذا الصياخ اليوم ما من اللي كان مش بعيد انه كنت تبقى رئيس هذا النادي لفضل تعالى نهج رئيس هذا النادي اللي لازم الناس تتعلم منه وتتعلم الكابتن حسن وتعلم الكابتن صالح يعني ايه الاستمرارة عن العطاء في مراحل متعددة هذا هو الفرغ يا كابتن متحت فالمقارنة مش موجودة كابتن متحت له رأيه قبل كده قال يا جماعة العملية ببساطة رمضان اتعرض عليه مبلغ كبير اختاره ايوة هو معاها الحق انسانيا احنا قلنا الاختيار ده حق انساني لكن الفرق لو هنجمل الكلام الفرق في الحالتين الوضوح واحد واضح وواحد قلعبان في المفاوضات المسألة ما فياش اي قدر من الوضوح الاحترام ما كانش متوفر لعلاقة النادي وعطاء النادي وان النادي الاالي صرف حوالي 2 مليون سترليني النادي الانجليزي هو اللي احترم الاهل كده انه الاالي قد ايه كان محترم في العلاقة لا العرض الاخير كان متجاوز اتنين مليون وشوية كمان انما اللي تم صرفه على الاعارة يعني انت معنى كده هدرس فلد قالك انا احترمت موخف الاهلي انه فضل ملتزم بسداد كل المستحقات اللي عليه لللاعب والية برغم اصابة اللاعب ده فرق جبير جدا رقم 3 التأدير انا بقدر العلاقة او ما بقدرهاش ورغم من الليه متأخرات ما حتصلهاش من النادي الانجليزي اللي كان انتقله في البداية هي دي الفوارق الجوهرية لكن يبقى بالتأكيد الجمهور من حقه ان يغضب او يعبر عن مشاعره اللي احنا بنتمنى انه اي تعبير لا يخرج عن الحدود الى اخلاقية لكن كمان انا بس عايز اقول كلمة اخيرة فازل امر اه بس كامل كلامك اخر كلمة في فيديو مهم بس قبل ما تخش على الفيديو اه انا عايز اقول كلمة فازل امر اه بالنسبة لكابت الرمضان الصبحي احنا لازم احنا كمان نقدر ان الراجل ده لا خلاص حتى لو خبرته ما اسعفتوش كيف انه يتعامل مع هذا الملف وهذه اللحظة لكن احنا بنقول جماهرنا مش هنقدر غير نقول لها ياريت نتوقف لكن انا نصيحتي له كواحد بيحبه ويتوسم فيه الكثير كابت الرمضان خلي بالك من كل تصرف وكل كلمة جمهور الاهلي مش هيتحمل ولا حد يقدر يقوله اه تعمل يوم وتعملش ايه غيرك انت انت اللي تقدر تسترد علاقتك يسترد او لا يسترد ليست هذه القضية